في سوريا تسيدت جبهة حلب التطورات الميدانية على واقع خطة المبعوث الدولي استيفان ديمستورا القاضية بتجميد القتال ففيما تقدمت وحدات جيش على جبهة حندرات وأحكمت سيطرتها على طريق إمداد المسلحين انسحبت جبهة النصرة من محيط بلدة الزهراء على خلفية الخسائر الفادحة التي منيت بها على أسوار البلدة الصامدة وبالتسامن أطلق الجيش السوري عملية خاطفة لاستعاد الشيخ مسكي ذات الأهمية الحيوية بريف درعة دارت اجتباكات ضارية بين الجيش السوري وجبهة النصرة وأخواتها من الفصائل المسلحة في منطقة لبريش شمال شرق حلب وأحكم الجيش السوري سيطرته على منطقتين المناشير والمقلع والتلال المحيطة بمنطقة العواجة فيما تتقدم وحداته على جبهة حندرات المجاورة وسط انهيار بصفوف النصرة وأفاد المرصد السوري المعارض ومقره لندن أن النصرة انسحبت من محيط الزهراء على خلفية الخسائر الفادحة التي منيت بها في هجومها الفاشل على البلدة إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري هجوما خاطفا على منطقة السكن الشبابي وقطعت طريق امداد المسلحين بين الجندول والعواجة المحاذية لمشفى الكندي لتكمل بذلك توقع على المناطق القريبة وتفرض سيطرتها النارية على طرق امداد المسلحين عبر الأراضي التركية إلى الريف الشمالي الحلبي ولسيما طريق الكاستلو حندرات وعلى صعيد متصل أحبط الجيش السوري هجوما واسعا شنه مسلحون على مدينة بصر الشام بريف درعة وقالت مصادر ميدانية إن هجوم المسلحين على بصر الشام جاء لتخفيف الضغط عن مسلحي الشيخ مسكين والحراك حيث تتقدم وحدات الجيش السوري تحت غيطاء من القصف المدفعي والجوي لاستعادتها باعتبارها منطقة حيوية وطريق امداد استراديجي فيما اعترفت صفحات الجماعات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل عدد من المسلحين بينهم قادة أبرزهم قائد كتيبة أنصار الشريعة سامي الصفضي